نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة يوم التضامن العربي بفرع الأكاديمية بالدقي تزامن الاحتفال مع مرور 25 عاما على فتاح فرع الأكاديمية بالقاهرة تحت شعار رسالة إلى الإنسانية حيث تم تخصيص مكان لعرض طراث لكل دولة العربية من خلال الطلاب كما تم توجيه رسالة تضامن لما يحدث في دولة فلسطين لكل شعوب العالم بيدرسالة للعالم العربي احنا وعيين وقفين مع بعض متحدين مع بعض شباب العرب شباب الأمة العربية بالعلم بالإيمان هيقدروا إن شاء الله يتجاوزوا كل اللي بيحصل دوت ويكونوا هم إن شاء الله عماد المستقبل شباب الأمة العربية ليهم كل الشكر وكل تقدير على هذا اليوم اللي هم فعلا بيجسدوا فيه معنى التضامن معنى الوعي معنى أنه هم يكتبوا مع بعض من أجل توصيق الفظائع التي يقوم بها العدو في غزة وفي كل مكان في فلسطين نهاردة احنا عندنا يوم بنسميه اليوم العربي هو يوم تضامن فيما بين الشعوب العربية كلها وطبعا احنا أهم حاجة في التعليم العالي ما هوش هو التعليم بس ولكنه أيضا ثقافة النفوس وثقافة الإنسان هنا عاملين كذا بوث للدول العربية ففي اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين الشتيقة وطبعا جمهورية مصر العربية وفيه السودان وفيه السعودية فصراحة أنا مش يعني أنا عايز أقول قد إيه الجو حالك شايف الفيبز والجو حلو